طالبت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشات الدول العربية والأفريقية بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام لتحقيق طفرة اقتصادية ببلدانهم جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريقية والذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أود أن أؤكد على الدور الكبير الذي نقوم به جميعا لتحقيق هذه الغايات حيث أن أهم أهداف إنشاء المصرف هو أيضا تدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى هذه الأسواق وبلغت مخصصات لدفع القطاع الخاص أكثر من 27% في الفترة الأخيرة أيضا يوجد تمويلات مهمة في مشروعات البنية الأساسية بشكل عام في أفريقيا خاصة الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام وهذا ما يجذب إليه تمويلات مختلفة دولية فضلا عن التوجه نحو ابتكار آليات جديدة لانخراط القطاع الخاص بشكل أوسع وأيضا وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي